اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي والنجم الكبير والحقيقة مش ضيفه وصاحب بيت نجم الكبير كابتن مجدي طلبة زي كابتن مجدي بشرف ومنور وصعداء جداً بيجود حضراتك معاني أنا أسعد بيك يا إسلام وشكراً لك ومغيماً لأهلي وبنتهز الفرصة وأعزيك في الوالد وبتأسف جداً ما قدرتش أجي أو ما جيتش لأني مكتش عرف غير مبارح ومقاود داهم لله ومكالمة حضراتك ومجعل أخي الأحزان إن شاء الله ربنا أخليك يا كابتن ربنا أكفى حضراتك كابتن مجدي مثل هذه المباريات نادي الأهلي لعب نهائيات كثيرة جداً أولاً إيه رأيك في المباراة الأولى ونتيجة المباراة الأولى لأنه أنا أرى البعض من بعض من لا يشجع نادي الأهلي عشان محدش يقولك جمهور الأهلي ومن بعض من لا يشجع نادي الأهلي بيتكلم عن بعض الإحباط الإنهزامية إيه رأي حضرتك لا ولا في إحباط الإنهزامية ولا حاجة النتيجة خلصت باتنين واحد مكسب فرق جول آه واحد صفر نتيجة أفضل من اتنين واحد في ظل اللايحة الموجودة الجول في حالة التعادل باتنين نعم إنما مباراة زيها زي أي مباراة فيها سلبيات وفيها إيجابيات الإيجابيات بتاعتها أن إحنا روحنا عجول كتير اخترقنا كتير نسبة الاستحوذ باعتنا كانت كبيرة كان المفروض نهدف أكتر من كده وقات لنا الفرص إن إحنا نهدف أكتر من كده السلبيات بقى هي دي برضو إن المفروض كنت تنتهز الفرص اللي بتجيلك دي كلها بعض التماكزات الغلط اللي ميجي منها الجول ويجي منها الانفراد اللي جي من الجنب وتحطت برا يعني بعض الفرص اللي جت بس تا بيحصل في كرة القدم رايحة جاية بالزبط إنما في المباراة النهائية مفروض دي تبقى قليلة جدا تكون قليلة قليلة جدا كمان التين بتاعنا في تصاعد مستمر الحمد لله إن الحالة المعنوية عالية جدا أنا عجبني جدا كلام كولر بعد المتش عجبني جدا إنه إنتوا يا جماعة بتكلموا في إحنا كسبانين المتش فحطة إن أنت تروح بطعم المكسب وبأمل المكسب في المباراة ده شيء مهم جدا 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 لأن بينباني عليه العمل اللي هيؤدى بعد كده في المباراة إدناد الأهلي عنده سكواد كويس جدا يقدر يشتغل ويحرك فيه زي ما إحنا متعودين الفترات الفترة الأخيرة الطويلة فما فيش مشكلة إن مين يشتغل ومين ما يشتغلش أعتقد إن الراجل في المتش دو ممكن تلاقي بعض التغييرات الجزرية اللي هو يوم حضاش إنك تلاقي بعض التغييرات الجزرية نتيجة اختلاف أو اختلاف الاستراتيجية اللي ممكن يشتغل بيها في المتش يعني عليك شايف شايف إنه من الممكن جدا إنه يبدل الاستراتيجية بتاعته أعتقد في بعض الوحدات اللي المفروض مش هو الأسامي بس في بعض الوحدات اللي مفروض إنها مش ماتشها مش بدايتها في المتش يعني إن كنت تبقى موجودة للاستعانة بيها على حسب لذلك الممارات فاكر مانو الجوزيف مرة من المرات في النهاية في السفاقس عمل بالزبط بالزبط في حاجات كده لازم تت يعني المشوار بتاع الماتش والسيناريو بتاع الماتش لازم بيقى مختلف بالزبط طيب قبل ما نروح لتقسيم المباراة كابتن يعني أنا معرفش وجهة نظري الشخصية إن إحنا عملنا مباراة اليوم 4 يونيو واحدة من أفضل مباراة للعيبها نادي الأهلي في الفترة الأخيرة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة آه عندنا بعض الأمور السابقة لكن في النهاية بشكل عام لا إنت عملت المباراة وإنت قاعد بتتفرج عليها أنت بتستمتع بالنادي الأهلي وجهة نظري هو اللي حصل أن باين باين على النادي الأهلي من أول دقيقة الإصرار على المكسب ده كان باين جدا ده كان باين جدا وظهر أكثر في الاختراقات اللي جات أنا كنت سامعاً لبعض المحللين أو بعض الناس الكلمة على الماتش وقالوا أن فرقة الوداد هما اللي سيبين الاستحواز للنادي الأهلي آه ما قالوا سيبين الاستحواز للنادي الأهلي إنما ما إدروش يمنعوهم من الوصول للجول زي ما حصلت مع سانداونز في فترة من الفترات طويلة لا نادي الاهلي وصل وصل كتير اكتر من ان احنا نكون في مباراة نهائية بالزبط يعني انت لما بتجي تلعب ماتش فاينال وهم بيلعبوا باركينج قدام الـ 18 بتاعهم بعشرة لعيبة وبتعمل الاختراقات دي لا انت قادر ان انت تعمل الاختراقات دي كمان في عدم وجود هذه المساحات المغلقة يعني انت لما تبدأ القصة بالنساحات المقفولة دي وتقدر تختارقها يبقى اذا مع وجود بعض النساحات اللي هتبقى موجودة في الماتش العودة يوم 11 ان شاء الله هتبقى هتقدر كمان انت ومن هنا الاستراتيجية اللي انا بتكلم فيها لازم بتاعهم ده خالص لازم اقتله الامر يعني فيش حاجة اسمها ايه هسيب له الكورة والاستحوار وانا لسه كنت هكلم مع حضرتك ان فيه اتنين استراتيجية اللي هتبقى سيب له الكورة واستنى او اعمل اللي انا بعمله لا انا هعمل اللي انا بعمله عشان عايز اقتله طالما هعمل اللي انا بعمله علشان ايه انا هغير ليه علشان النواح الدفاعية بتاعتي تبقى اقوى شوي اوكي علشان وانا اما اخسر الكورة في حالة فقدان الكورة يبقى عندي قوة خاصة في الاطراف تمام فده مهم جدا 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 لانه هو هو بيعتمد على شغل الاطراف والكورة السابتة بشكل كولر لا انا كلم عن الوداد تقصد الوداد اه بيعتمد على الكورة السابتة واللونك فاسس للرجل الطويل ده معروف اه فاذا في وحدات لازم تبقى متواجدة في الماتش دوت في وحدات هجومية بتبقى فعاليتها الهجومية اكتر من الدفاعية مش وقتها اه مش وقتها ده ماتش 90 دقيقة مش ضروري يكون الماتش ده بتاعه مش مهم يعني مش بالضرورة خالص يكون طبعا يكون في البداية حتى وفريق النادي الاهلي بالزبط كده اه فانما الاسكواد موجود فيه كل اللي انت عاوز تعمله يعني اللي انت عاوز تشتغل به الطريقة اللي انت عاوز تشتغل بها والستراتيجية اللي انت عاوز تشتغل بها موجود اللاعباء اللي تناسب القصة دي كلها اه فبالتالي حضرتك معه انه هو يغير من بعض المراكز جوه الملعب او من بعض الاسماء اللاعبين جوه الملعب ولكن بنفس طريقة لعبه ايوا عايزوا يحافظ على الكيلنج هوب ده ده الحركة اه مش انت مش هديك الامل مش هديك الامل ما اصدقال لي بالك وانس ان انا اديك احنا احنا خدنا كورة اوه زي ما هما بيقولوا سابلين لنا كورة بس نتيجة انهما سابلين لنا كورة احنا الامل موجود طول ما الكورة معاك طول ما الامل موجود لا الامل موجود وبعدين بكأنك بتدفع كويس كمان كورة ما بتروحش عليك بالزبط ده من اهم طرق الدفاع الاستحواز صحيح من اهم طرق الاستحواز هي الاستحواز لان طول ما انت بمستحوز على الكورة خلاش عليك خطورة صحيح فاذا وفي نفس الوقت بتقتله الامل ده دقيقة ورى دقيقة خمس دقايق ورى خمس دقايق وبتزيد الضغوط عليه من الجمهور اللي موجود عنده ده وبتشين من عندك انت كل يعني حتة الاستحواز بتاعك او عدم اللي اندفاع الهجومي مش بالضرورة خالص الاستحواز بتاعي بقى وراها اندفاع هجومي او انينا لازم اجيب جول في اول اه اه شر كله كده بفهمت كده على فكرة بفهمت بحيك تقول كابتن مجلي بيقول انه لازم اضغط عليهم من قدام مش ده في حالة وجود الكورة بتاع كورة معاه مع الودات اه انا باتكلم على الكورة معايا انا انا مش عايز اسيب له الكورة لفترات طويلة يعمل اللي هو عاوزه اه يعني مش عايز زي ما حصل احنا شرط الاولاني نسبة الاستحواز بتاعات الاهلي 73-26-27 بالضبط فانتا مش عايز دي تحصل مش عايز دي تحصل اوكي مش عايزها تحصل خالص مش عايزها تبقى اه بالاوبزيت مش هو اللي يبقى ماسكوا الكورة 73 وانا اللي عامل باركينج لا مش عايز وتشتغل على كونتر اتاك لانا انا عاوز انا النسبة بتاعت انا عاوز من النسبة لو هي 50-50 هي بقى كويس جدا اوكي ليه لان انا عاوز مش بالضرورة عمل اندفاع هجومي اقلل اقلل الكورة الخطر علي علي صحيح طول ما انا مسك الكورة عندي اولا بستهلك الوقت بشكل ايجابي فيه ثقة كبيرة جدا بتزداد فيه زيادة ضغوط عند الفرقة اللي قدامي فيه اقتصاد للطاقة بالنسبة انا اللي قلل الوقت بتاعي ان انا ممكن اشتغل اطول وقت ممكن لاني بجري ورا الكورة في نفس الوقت بخليه هو يفقد طاقة اكتر مع زيادة الضغوط فيبقى العصبية عنده او نسبة اهضار الطاقة عنده تبقى اكتر واكتر كمان لها لها فواية كبيرة جدا ان انا اعمل الاستحواز بتاعي بدون استعجال في الاندفاع الهجوم مش عدم الاندفاع الهجومي بدون استعجال في الاندفاع الهجومي كيفية الاستعداد بقى لهذه المباراة كابتن خلال هذه الاياب يعني انا بشوف ان الناس رايحة للناحية النفسية اكتر طبعا لان بص الماتشات اللي زي كده انت لعبت كورة وانا لعبت كورة الماتشات اللي زي كده لعبت كورة مش محتاج اي حد يديله اي حقنة حوافز تحفيز ولا دوافع ولا اي حاجة ده هو بيعد طول الاسبوع من بعد الماتش لغاية الماتش التاني هو بيفكرش غير في الماتش يعني حتى لو عنده ماتش في الوسط في الدوري ولا هنا ولا هنا بتبقى نسبة تركيزه فيه قليلة شوية لان ده فاينل اقل من المعتاد صحيح نتكلم في فاينل وفي بطولة كبيرة صحيح ما هيش نتكلم في اقوى بطولة في افريقيا وعايزين السنة اللي فاتت راحت مننا بفعل فاعل فاحنا عايزين نجيبها من هذا الفاعل صحيح لان الفعل الفاعل واللي حظينا ان احنا بنلعبه بنواجهه تاني فاحنا عايزين نجيب من هذا الفاعل هذه البطولة عشان عشان يبقى كمان الناس عارفة ان احنا كان عندنا حق لما كنا بنكلم ان احنا بطولة بساني بشوف ان ما لديهش علاقة كابتل انه انت في الاخر انت عملت مباراجه ايه ده جدا انا وجهة نظر ان احنا عملنا مباراجه ايه ده جدا في مباراة الزهاب انا برضه بشوف انه الاهلي افضل ايوه ايوه ما تنساش ان هو التيم بتاعه مختلف تماما عن التيم السان الفاتت هو عنده اربع اخمس عوامل مش موجودين وتغيير الكوتش الكوتش اللي موجود معهم مش موجود من اول السان انا اكفي اكابتل صحيح والله هو عنده هدوء وعنده ثبات شديد جدا النتائج الاخرانية بتاعته وتعديل طريقة اللعب وشكل اللعب بيقول انه راجل عنده قناعات وبيطبقها على الارض خليباك هو برضه اللي مساعده وجهة نظر في كده انه هو كان مسك المغرب الفاسي فكان عارف الوداد عارف الفرقة كبيرة طبعا انه هو بنعاف بالزبط وعارف البطولة وعارف البطولة صح وعارف البطولة ده مهم جدا انه انت بقى عارف البطولة وعارف ان المنافس ده مهم جدا ممكن يجي لك واحد خواجأ اوروبي دماغه لسه مش لاخباك هو مدرب كهز برضه انه هو الوداد مع جريده كان بيعتمد على انه هو بيندفع هجومان وكذا وكذا هو جي شاف انه ملاق ما ينفعش فوقف الباركينج اللي حاكي بتتكلم عنه ده وليعب ثلاث مباراة او اربع مباراة منهم اتنين ضد سانداونز واحدة ضد بناد الاهل بس بان طريقة التفكير بتاعته وهنا لازم ننوه انه انعكاسات شخصيته على اداء لعبته في الملعب بتقول انه هو عنده حاجات كويسة بتضاف للعيب لان اللعيبة منتزمة اكتر انتزاما وانضباطا منها مع جريده اكتر تركيز اكتر تنفيذ اكتر تنفيذ للتاكتاك اللي المدرب عايزه بالضبط فهنا الدنيا بتقولك انه الراجل لا كوتش عنده قدرات وممكن يعمل حاجات مع الله بس احنا لسه ما شفناهوش او ما شفناش قدراته كامدرب في ماتش زي ده لا في ماتش هيعمل فيه العكس خلي بالك هو التلات ماتشات اللي فاتوا سواء هنا في المغرب وبرا او الاهلي لعبهم بنفس الطريقة اللي هو واقف بيعتمد على هجمة المنتهدة على صنبه خلي بقى ما تستغربش وما تستعجبش لو بدأ كده ممكن اه ما تستعجبش وما تستعجبش مش لو بدأ كده من طول او عمل كده استراتيجية طول ماتش لو ممكن يبدأ ضغط اول عشر دقائق ربع ساعة واستغلت بموله بتاع وبعد كده يبدأ يرجع من يبدأ السيستم بتاعه من اول جديد هو في الآخر هو عايز ايه؟ هو عاوز جول هو عاوز جول ما يدخلش فيه جول هو عايز جول وعارف كويس جدا ان النادي الاهلي في استطاعته انه في المغرب يجيب جول هو عارف ده كويس جدا بدليل ان النادي الاهلي في الماتشات الخارجية كلها بتاعته جاب جوال كتير وكل اللي عايبتهم بتجيب جوال يعني نما نجي نقول من اللي جاب الجوال هتعد بدل الواحد هتبقى فيه اربعة وخمسة فإذا عندك أنت عوامل أو عناصر التهديف في النادي الأهلي خارج الملعب استراتيجيا أو تاكتيكيا وفنيا ومهريا موجودين فإذا لازم يعمل حساب لديه كويس جدا هو عارف النادي الأهلي عمل إزاي إنما ده مش عن طريق الخوف لأ عن طريق وضع تاكتيك معين يجرجر به النادي الأهلي ممكن بالعكس هو بعد الربع ساعة هو اللي يسيب النادي الأهلي يجي يمسك الكورة عشان يسيب المساحات اللي وراه في ظهره عشان يخليه عشان يعمل زي ما عمل في الطائر عشان ما عمل كده بالزبط هنا فده وارد جدا يعني أصدأ أقول السيناريو الأقرب من وجهة نظر كابتا مجد طلب إنه هو هيبدأ يستغل لازم يستغل عمل الجمهور طبعا كله لهم متفقين على ده فأول عشر دقائق ربع ساعة لازم ينزل ضغط جدا ويستغل كمان عمل التحكيم يعني أنا الآن جدا من موضوع التحكيم ملاك تسمي نعم واجهت نظر أولا أولا في الحقيقة كان فيه كلام على أنه هو آخر يعني ليجب وأنا سمعت زميدي النهاردة مثلا محمد سعيد هو بيتكلم في الترند النهاردة كان بيتكلم على الفارق ما بين التكريم والاعتزال هما بيكرموه عشان ما رحش يكسل عالم ولكن هو لن يعتزل هو عنده عقد مع الاتحاد الأفريقي يتجه عضل الأمود بالتعاقد فعنده عقد مع الاتحاد الأفريقي ينتهي فيه أبريل 24 فبالتالي هي ليست آخر مباراة لي بملاك تسمبا تمام لأنه حالك عارف طبعا آخر مباراة دي بتبقى شكرا تبقى فيها قصص كتير طبعا أنت بتصير الأقويل الأقويل لو هي آخر مباراة طبعا لازم ما يبقى إنما هو نفسه ما بس أحلوش هو كحكم ما بس أحلوش نتيجة مشاهدات كتيرة لي بالنسبة لي يعني كسفات شخصية؟ بغض النظر عن ماتش الأهلي والوداد أنا كتقييمي لي كحكم للمباراة نهائية لا ما فيه أفضل منه تقييم حضرتك ده ناحية فنية بس ناحية فنية بحتة مش أكتر من كده لأن فيه فيه حكام جزائرين أفضل بكتير جدا كانوا يحكم من ماتش يعني كان الحكام الجزائرين كمان كانوا هيبقوا أكتر بس بعد اللي احنا شفناه مع الحكم الليبي في المباراة الأخيرة يعني أنا بشوف أن احنا كان لنا على الأقل لرقل الجزائق أنا يجب أن يكن حدث بتاعت حسين شحات أنا شايفها رقل الجزائق حاج شايفها إيه بس أنا شايفها بسنس اللعيب الكورة ضرب الجزائق على فكرة بس خلي بالك الحكام ملوش داعه بسنس اللعب الكورة لا ملوش داعه أنا أسف جدا أنا أقول الكلماتين دول لا تفضل التصوير بتاعنا مكانش كويس اه التصوير بتاعنا في الماتش بس يبقي هكي لقطة أنا معرفش إحنا 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 يصورنا الماتش حد ديس لو عندنا اللقطة دي هتوهلنا شاب يعني صورة مش مش فيديو إحنا إحنا الماتش هاتل إزا كده إسلام لازم يتيجي من عشر زوايا يورينا وتيجي وتوريك صح لازم يبقى أكيراد جدا لأنه مش موضوع دقيق لازم يكون دقيق جدا لأنه وعندنا هل إحنا معندناش المكانات دي ما أمش عارب عندنا شوفناها في ماتشهات قبل كده على فكرة صح الماتش دا استغربت منه في الإخراج بتاعه في الحقيقة إحنا ساعة المباراة زي ما حالك بتقول كده إحنا كسنس يعني لعبنا كرة وبتاع شايفين نها داك للجزء نه طبعا لأنه حسنا صراح للجول مش محتاج أنه يوقف زي ما حد قال خبط سمعت حد من التوانسة بيقولك هو اللي راح لعب هو راح إيه دا هو عدة دا الرجل التالي اللي رايح له من جيل ومن ظهره هو عدة خلاص واخد الكرة ودخل لجول خلاص وهو اللي ملجأ حالي خلاص هو إيه اللي هيخليه يوقف ولا يستنى لا أنا وجهة ناصر شخصين كانت بنالتي فعش كده أنا بقول لها لكن يمكن كان عليه بعض بعض الاعتراضات يعني الحكم الليبي ولكن في النهاية مباراة وعدت أنا مش عايزة أتكلم برضو في التحكيم كتير لأنه في النهاية أنت فريق قوي واقف على رجلك كندي أهلي يعني عندك كل التولز أو الأدوات اللي تخليك تقدر تكسر طبعا وتشتغل طبعا والحديث عن التحكيم طبعا التحكيم هو ركن مهم وكل حاجة ولكن لن يقدم ونأخذ عن شيء هو الكابتن مجدي هنا بيتكلم عن أنه هو نفسيا يعني فيه كده حصل معظم جميل أهلي خلي بالك خلي بالك أنا مش بكلم على تهيئات لا لا طبعا نتنساش نصيرنا مع الترجل زاي في فاينال من الفاينال بإيده آه يعني من رامو أيوة من رامو فأصدأ أقول فيه ثوابق تخلي الواحد يبقى الآن أو بلاش نقول الآن متحوط لحاجة زي كده يعني ونتمنى أن احنا نشوف العدالة أتمنى طبعا في التحكيم لأنه أنت العالم كله بيتفرج على أتمنى يعني اتحاد كرة الاتحاد الإفريقي أعلن أن تقريبا تمانين دولة حتتفرج على هذه الممورات طبعا 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 وبالتالي طب أنت يعني طبعا عندك حاجة يعني تخلي العالم اسم النادي الأهلي كبير جدا في القرى طبعا واسم المغرب في البطول الكاسي العالم الأخرانية كمان بالذات صحيح مديها رونق رونق كبير كده وزخم عندهم زخم شديد فطبعا أكيد الناس كلها تبعيز تتفرج بالضبط فاللوحة الحلوة دي وجمهور المغرب طبعا حيعمل لوحة حلوة طبعا فبالتالي اللوحة الحلوة دي عايزين نكملها بقى مع عدالة تحكمية لو الأهلي علي الأكل الجزاء احسب يا سيدي لكن لو لينا لازم ناخدها مفروض يعني ده اللي احنا بننتظره طيب فين ودهل يا سبيل آه يعني بص دي يا كابتن طبعا هي مش واضحة ده ده دي كمان مش باينة يعني لا في لقطة يا جماعة لأنه دول دي كمان مش باينة يعني بلو دي مش باينة اللي بانت سنة اللي هي من ورا الجول آه في زاوية جاية من كاميرا جاية من ورا الجول بس كانت بعيدة كسورة طبعا مش بي أعتقد أنه لا التصوير ما حلفناش للتوفيق فيه لكن هي كلعيب كرة لا بلادي لعيب كرة أنا بقولك دي بانالتي لأنه خلاص صحيح أو ما عندوش ما عندوش أي مصلحة في أنه يعمل سيميوليشن أو أي حاجة لأنه رايح أولا حسين هداف يعني لما لو بحب لحب نحنة صغيرة دي لما بينفرد لما بتكلم على الخلاص هو عدة عدة وانفرد آه يعني هو كان رايح الانفرد للجول وحسين لما بينفرد بالجول بالنسبة التهديف بتبقى عالية جدا يعني وده اللي شفناه فإذا ما عندوش أي ما عندوش أي نوع من أنواع التمويه أو التمثيل علشان ياخد ضرب الجزاء أوكي لأنه عدة ورايح للجول وسهل إنه كان يجيب جول وهو كان عامل ماتش كويس جدا فايق جدا حسين كان فايق جدا ما شو الله في الماتش هو الفترة الأخيرة بسم الله طيب هنكمل كلامنا مع كابتن مجديو لكن المواجهة تتجدد ما بين كولر وفندر بروك خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل كابتن مجدي أعتقد أنه تبقى مواجهة حلوة ما بين سويسري مارسيل كولر مدير الفني للنادي الأهلي وفندر بروك المدير الفني للنادي الوداد يعني حتى تكتكيا الاتنين ده عنده بيعمل تاكتك وده بيعمل تاكتك عندهم حلول حلولهم جاهزة سينالرهاتهم جاهزة ما فيش ندرب خواجه خاصة في الحتتين دول سويسرا وبليجيكا وهولندا ألمانيا في العموم الأوروبي عموما يعني الحتت دي خاصة إلا ما بيكون عامل سيناريو سيناريو للمباراة وسيناريوهات بديلة لأن وعن طريق الخبرات كمان بس كولر أكتر خبرة في المباريات ومباريات الكبيرة نتيجة طبعا خبراته سابق تجربه الكبيرة مع المنتخبات ومع الأندية الألمانية والسويسرية كولر عمل حاجة مهمة جدا في النادي الأهلي من ساعة ما جيه ألا وهي أنه رجع شخصية النادي الأهلي القيادية دايما في المباريات بحيث أنه الفترة الأخرانية قبل كولر كان النادي الأهلي زي ما كنا بدنا نكلم دلوقتي دايما سايب الاستحواز وسايب 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 مع أن مش دي شخصياتنا مش هي دي شخصيات النادي الأهلي أبدا وعنده السكواد اللي يقدر يشتغل به زي ما لسه بقول لك في أي وقت النادي الأهلي أي 11 أو أي 18 يقوم موجودين عايز عايزهم يعملوا إيه هيعملوه دفاعين أو هجومي عايزهم يعملوا إيه هيعملوه ما فيش مشكلة خالص هو كان الموضوع كله بس شوية وقت اللي هو حصل الدروب اللي حصل في الأول ده دي كانت مرحلة انتقالية ما بين فكر وفكر مختلف اللي حصل فيها بقى الدروبات اللي حصلت في الأول فترة كولر دي إنما أنا بعد تقريبا ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع كنت شايف إنه كله هيعمل وكنت متوقع إنه فيه بعض اللعيبة اللي هم مستمرين أو بيأخدوا واخدين بيأخدوا فترات طويلة لفترة هيعودوا لأنه لأنه كنت شايف الأسلوب بتاع شغله في الضغط والضغط السريع وسرعة الاستخلاص حالك مواجهبين من بدري يعني من المرة اللي فاتت من بدري أوي من بدري أوي فديرجع في نادي تشوف أنت النهارده النادي الأهلي بيأخدوا الكرة بيعمل الاستحواز أو بيعمل عادة الاستحواز بتاعته وبعدها بيفقدوا الكرة بقدي إيه مفيش ثواني قليلة جدا وبيرجع يأخدوا الكرة تاني فده مهم جدا وده لي بعض يعني في بعض اللعيبة ما يقدروش يشتغلوه في بعض اللعبة وشكرا حلقة توقعت ساعتها أنا فاكر الحلقة دي برضو توقعت ساعتها لسه في بدايات كلها بالزبت كده وحصل بيأخدوا دلوقتي بدأوا لما أقل بدأت شوية دلوقتي يرجعوا تاني يخشوا في الصورة تاني بعد ما استوعبوا بس ده طبيعي طبيعي ده طبيعي لأنه زي ما حلقك سواء دفاعيا أو هجوميا زي ما حكي قلت يعمل فين إمتى يعمل فين وإمتى وإزاي زي ما أعاوز أي حاجة عايزة تتعمله وانس بس إنه هو خلاص دلوقتي عدى مرحلة أنا شايف دلوقتي إنه كولر لو قال نعمل ويتعامل خلاص ليه لأنه عدى مرحلة التعليم والتحفيز ودولات مداخلين في المرحلة الألية يبص واحد يبقى واحد معروفة يتعمل إيه اتنين معروفة اتنين يتعمل إيه وأعتقد إنه بينه بين اللعيب إنه في واحد يعمل كذا اتنين كذا ثلاثة كذا حتى في الكرات السابت هو عنده تاكتك بيعمله عملا أعتقد الفريقين كل واحد فيهم كتاب مفتوح للتاني أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في الوداد من وجهة نظرك مثلا يعني أنا شايف إن السرعات بتاعة خط الظهر بتاعته الوداد اه الوداد مش إحنا عندنا لعيبتنا أسرع التمركز عنده مشكلة في التمركزات بتاعتهم في جناب ولا في خط الظهر كله سواء في الجناب شوف الجل التاني الباص من محمد هاني في العمق في ضهر الباك رايت وحسين الشحات عمل التمركز بتاعه وحسين الشحات ما هو اللعيب السريع أوي لا إنما الجري هيل وخاصة في الثالث الأخراني يعني حسين الشحات خطورته كلها في الثالث الأخراني لما يسطل في الثالث الأخراني مش لما يجي بالقرية من نص الملعب لغاية ما يوصل للتمنتاشر لا خطورته بيبقى هناك في الحتة دي فإحنا عن الدرب بالزبط كده ودربة الجزاء اللي هي لي نفس الموضوع صح والجوال اللي جابها قبل كده لما تجي تتفرج عليه هو استمبا فدي قدرة حسين شحاب ده خطورته وده جاي من التمرين وده جاي من التاكتك اللي يتعمل والتكرار اللي يتعمل المدرب له رؤية طبعا ليه بصمة فيها قولا واحدا ليه بصمة فيها قولا واحدا لأنه اللي بيحصل مع حسين شحاب حصل مع حمدي فتحي حصل مع عمرو السلية حصل مع بيرستاو كريم فؤاد قبل ما يتصاب التاكتك معروف التحولات بتاع من الخلف الأمام لبعض اللاعبين المبهمين اللي ما بقاش عليهم رقابة اللي هو محور دفاع محور دفاع مين بيلعب معاه هيبقى مين بيلعب معاه راجل اللي هو تحت المهاجمين راجل تحت المهاجمين ده غالبا ما بيبقاش عنده القدرات الكبيرة في التحولات بتاعته للرجوع فلما بتدي المهام الهجومية للراجل بمحور الدفاع بتاعك ده عشان نروح زي مثلا ما جوارديولا بيعمل مع ستون مع ستونز في مان سيتي اللغز بتاع مان سيتي الوقت هو ستونز كل السنة كلوب بيعملها مع أرنود كلوب بيعملها مع أرنود دلوقتي من الطرف يعني عايزة أقولك إنه دايماً دلوقتي بيفكر الكوتشات بتفكر في الراجل اللي بيجي من تحت فاضي مش دعوا بحاجة إنه حتى لو عليه مان عشان يرقبه هيبقى ضعيف في التحول بتاعه ضعيف مش يبقى موجود معه في التحول بتاعه بشكل كبير فدي مهمة جدا وده برضو سواء ستونز أو هنا بتكلم على أوروبا يعني سواء ستونز أو أرنود اللي اتنين دقت التمريه ما دي بص ستونز كان عنده مشكلة في التمريه ده من هنا أيضاً كان عنده كان عنده إنما كنت لسه أكمل لك إنه دي عقارية المدربين لما بيبقى شايف حد حاجة يقدر يعملها وعنده بعض الدفوهات بيقعد يشتغل على غريلتش برضو مش هو ده غريلتش اللي كانت عاسته في بلده صحيح مختلف تماماً صحيح فإذا أنا بيبقى شايف كواليتي أقدر عمل شي لأنا عايد أخامة هاخد منها واحد اتنين ثلاث اربعة بالتطوير برؤية نظر أنا وبشغل أنا اللي أنا عايزه منه ده اللي موجود معاناً دلوقتي كولر بيعمله مع أحسين وعمله مع بيرستاو وعمله وعمله مع كهربا وعمله مع حمدي فاتحي وعمله مع ناس كتير جداً كلهم محمد عبد المنعم محمد أب منعم وعمل مع ناس كتير ومحمد هاني ومحمد هاني ياسر لا يعني بصراحة أنا بس مش عايز نقول عشي مولاكش ده هو الراجل عمل حاجة مهمة جدا في شغل الكوتشينج اللي هو تطوير تطوير المستوى عند كل اللعيبة اوكي لما تيجي تشوف ما هو هنا امزد الكوتش مش تاكتك وخلاص ومكسب وخلاص لا انه يطور من اداء اللعيب بتاعي اللي بيه يزيد الفاليو بتاع التيم لما اكون حسين الشحات تمانوا صين بعد التطوير بتاع السنة ديت والمستوى اللي بيقديه هيبقى صين زائد صين بلس او 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 اول اي حد بقى اي اس على كده اي اسم تاني لان الحقيقة كل الاسماء تم تطويره بالظبط بالظبط ده عكس الفترة اللي فاتت كان في نتايك كويسة جدا بس مفيش تطوير في الأداء شكل الأداء واحد مفيش مش شخصية الأهل يعني اللعيب ده مفيش عنده زيادة، مفيش تطور، مفيش طفرة، مفيش انتقال من ألف لبه، أو لجيم، أو لدال، هو ألف بس ألف شغال ألف زي ما هو، شغال زي الألف. مفيش تطوير صحيح؟ دلوقتي التطوير لا موجود، واضح جدا، من الشناوي لغاية آخر واحد في السكواند. دعم مجلس الإدارة في مثل هذه الأمور؟ أعدي إذنك سلام عليش، وده أكبر دليل على الكلام لنا بقوله، الروتيشن اللي بتعمل، أي حد بينزل دلوقتي بيشتغل، ما عندكش مشكلة، نفس الشكل، ما عندكش مشكلة في أن انت هتلاقي نفس الأداء موجود، ونفس الشغل موجود، بنفس الإيجابية اللي موجودة، فده دليل على أن الجميع في التطور، وبيشتغل بفكر واحد، واتجاه واحد، وأنا عايز الباك اليمين، مش إسلام أو مش محمد هاني، لا، محمد هاني، كريم فؤاد، الثلاثة بيلعبهم، الباك رايت، الباك رايت، اتغير كم مرة السنة دي؟ أكرم، كريم، هاني، ثم خالد عبدالفتاح، أربعة، والأربعة تقريباً نشتغل بأداء واحد، يعني حتى خالد عبدالفتاح، لما جيه، ودخل التيم على طول، بعد ما دخل، أول ما تشين، أول ثلاثة ما تشين، ما حسيتش أن الدنيا بعيدة، ما روان عطيه، ما روان عطيه، فعايز دا أقولك إن دا أكبر دليل على تطوير اللي موجود من الكوتش، دعم مجلس الإدارة في مثل هذه الأوقات، أعتقد بيبقى له الدور الأكبر والأهم، أكيد، أكيد أن أنت تبقى رايح متطمن، ناس كلها مسافرة، والناس كلها موجودة، أولاً دي طبيعة الناد الأهلي، من قبل ما دخل الناد الأهلي، وده موجودة، ومن بعد ما دخلت، دي موجودة، فدي بيتورثوها كبراً عن كابر، فده، والهي دي عامل من عاون النجاح، أهم حاجة في الناد الأهلي، الحاجة مهمة جداً في الناد الأهلي، أنه عناصر النجاح أو أسباب النجاح اللي بتبقى موجودة، بيحصل عليها يعني ضغط ضغط بتتثبت انها متثبتة وتتطور بقى ايه كلهم حسب طريق التفكير يعني اذا كان عندك اخطاء في الموسم السابق في المباراة النهائية فانت السنة دي بتحول انت تحاشاه اه طبعا هو ده الفرق ما بين النظر انت هو انت تلاشتها خالص يعني السنة اللي فاتت كان في حوار قبل المباراة شكله رايح جاي النهاردة كله ده كله تسعين دقيقة فقط بس هو ده كلام استوعبنا وعرفنا وحنا عارفين ايه وكل تركزنا في مهمة واحدة وفي نقطة واحدة وفي خط واحد الواها تسعين دقيقة بس ما بنتكلمش في اي حاجة تانية حصل ما عايزوا حاجة يقولها حكام قول مش عارف اللي برا يقول يقول الجماهير قول اللي برا يقول يقول ماناش دعو ايه 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 اللي جوه البوكس محدش ما فيش حاجة شزع عن التالي من اهم نقاط القوة في الوداد زي ما حيكو قولت الكرات العرضية ايه طبعا سواء سابتة او او متحركة او متحركة كيف يمكن التصدي؟ علشان كده قلتلك انه فيه الماتش دوت مش بيد ضرورة انه بلعيبة معينة دايما هي اللي بتشتغل مش هقول اسماء بلعي لا لا خلينا نتكلب شكلهم هي القصة انه دول لازم بيقوموا يتحجموا من هناك قبل ما تيجوا الخطورة دايما بعمل بوينت وينت من البداية لو حصل انها بقى راحت للبوينت وينت ساعتها بقى اخش على البوينت وينت وينت من المنبع ابدأ اوقف المشكلة وده برضو زه تاني هرجع اقول عندنا اللعيبة وعندنا في الاسكوات بتاعنا اللي يقدر يشتغل ويقدر المهمة بشكل ممتاز مش جاد جدا وبس برضو كيفية عندهم لعيب في نصف الملعب حسوني لعيب جاية جدا هو عشرة لعب يتميز بالكونترولينج في الجيم لعب كويس عنده رؤية كويسة جدا صحيح فده مهم جدا انه هيترائب مش من منتو منو على اي حاجة خالص لا هيترائب من اي حد قرب لي للكورة عندهم رأس حربة عنده نسبة تهديف عالية اه ساش مش عارف اسمه الحقيقة صحيح صحيح عنده في الجيم العالي هو خطور خطر جدا خطر جدا خطر جدا ما عندهوش عشوائية في اللعب يعني حتى ما بجيله على دماغه بيعرف يوجه الكورة وبيعرف يشتغل مع زميله كويس جدا اه التناغم اللي موجود والكمباكت اللي بيشتغلوا بيه في وسط الملعب عندهم دي نقطة خطر جدا لازم نكون نقطة قوة قوة عندهم لازم نخلي بالنا منها وعشان كده انا بعتقد انه ممكن يكون حتى في التشكيل بتاعنا او في طريق او في شكل اللعب بتاعنا ممكن تلاقي اكبر عدد ممكن من لعبة وسط الملعب موجودين في الماتش ده اوكي في السكوات بتاعنا اه بحيث انه يعمل كسافة عددية زيادة في وسط الملعب ويقفل في نفس الوقت لما ياخد الكورة يبقى نسبة الاستحواج بتاعتنا ونسبة الدوران بتاعت الكورة فيها اطمئنان وتأكيد اكتر بك خيرا انا يا كابتن مجدي لو حريك المدينة الفني النادي الاهلي في مثل هذه المباراة هتقولي العيبة ايه؟ بتحفيزه بتاعوا الكلام منه او حتى بشكل عام قولي هتقولهم ايه؟ بتحفيزه انا هقولهم ان احنا دلوقتي في اه بقينا اه 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 احنا احنا نزلنا المحيط فطلبة نزلنا المحيط ينبقى قروش ينبقى بساري فالنادي الاهلي عمره ما يبقى بساري صحيح فلازم نثبت للعالم كله ان احنا قروش وحوش قروش لازم وده انا ما عنديش فيه ادنى شك من روح اللعيبة اللي موجودة وقدرات اللعيبة اللي موجودة الشيء التاني الشيء التاني الفني اشتغلوا كل اللي احنا بنعمله بقى انا دلوقتي ثلاث شهور ما تعملوش حاجة تانية زيادة خالص مش عايزك تعمل اي حاجة تانية زيادة عن ثلاث شهور ما تفكرش تعمل حاجة زيادة عن ثلاث شهور علشان في اخر الشغل بتاعك تبقى مستمتع جدا وراضي عن نفسك تماما والنتيجة بتيجي دايما او غالبا بتيجي مع المركز وروحه عالية جدا وبيبقى قاري كويس جدا المنافس بتاعه بيعمل ايه وهو عاوز ايه وما تنساش احنا السنة اللي فاتت من الملعب ده روحنا زعلانين صحيح عايزين السنة دي لأ نروح مبسوطين حالك مطمن اه الحمد لله مطمن جدا لان انا النتيجة بالنسبة لها كنت بقول لما قبل المباراة كنت بيتوقع واحد سفر نعم فرق واحد نتيجة زي ما بيقولوا قال لي نتيجة ايجابية عشان الجول اللي قدر اللي حصل فينا انما انا في نفس الوقت عندي عندي ايمان شديد ان احنا ان شاء الله هنجيب جول هناك لان عندي ثقاف ان احنا نعرف نجيب جول هناك نعرف نجيب جول هناك اه طبعا نعرف نجيب جول هناك ربنا يكرمنا ان شاء الله وتمشي على خير انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي الحياة دايما بستمتع بوجود حالك معنا ربنا خليك وبنستمتع بالكلام الفني اللي حالك بتقوله يعني ربنا خليك أسا بشكرك شكرا جزيلا شكرا ليك شكرا جزيلا لنجمة كبير كابتن مجدي طلبة هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ اقصام شلتوت والاستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير اشتركوا في القناة